نبتزي منين الحكاية؟ نبتزي انه العلم بقى جميل جدا وبقى عندنا تقنيات حديثة جدا وعندنا كل حاجة بقى ليها حل والحمد لله الستات اللي ولدت مرة واثنين وثلاثة ولادة طبيعية طبعا يقدم مشاكل كبيرة في العلاقة الزوجية بعد كده فيبتتي الزوج يقفش فيتخنق فيهرب فيخون فالكلام ده كله احنا ممكن ننقذ العلاقة دي في بدايتها كده ويا بالبوز ايه الحل الجديد؟ الطب ادانا ايه حلول جديدة؟ بس يا اميرة في الفترة اللي فاتت اول عشرين سنة اللي فاتت كان الطب كل مهتم بصحة الرجل الجنسية كان فيه ادوية كتيرة بتتحسن الانتصاب فيه ادوية للتأخير عند الرجال وكان دايما كل الابحاث العلمية وكل العلم وكل الادوية الحديثة رايحة في هذا الاتجاه واهمله خالص الناحية الثانية الزوجة اه فبقت المعادلة مش مزبوطة مزبوطة ففي الفترة اللي فاتت ابتدى يبقى فيه اهتمام كبير جدا بصحة المرأة في العلاقة الحميمية ومشاكل المرأة لو مثلا زي البرود عند السيدات ومشاكل اتساع المهبل بسبب الولادات المتكررة زي ما حضرتك زكارتي فعشان كده بقى فيه اهتمام كبير قوي بالموضوع دوت بقى فيه اهتمام مثلا بحاجات بسيطة جدا زي مثلا اللي السيدات اللي عندهم انخفاض في الرغبة عند السيدات مشكلة كبيرة قوي عارفك بتأثر على نسبة كبيرة قوي سيدات بقى عضوية叫 Tang? السيدات اللي عندهش رغبة ده هذه مشكلة عضوية ولا نفسية هي حاجة كامبلكس يعني ممكن تكون حاجة نفسية ممكن تكون هي مكتئبة مثلا نفسيا ممكن تكون تعرضت لتجاربا سيئة قبل كدة ممكن تكون عندها تجاربا زي التحرش مثلا او حاجة من الحاجات دي ممكن تكون عندها مشاكل في علاقتها مع ذوجها حتى علاقتها مع بعض طريقة كلامهم مع بعض مافيش ود مافيش رحمة مافيش اي حاجة من الحاجات 중에 إحنا مهمة جدا في العلاقة دي فدي الحاجات النفسية ممكن تكون عضوية طبعا أشهر الأسباب الختان الختان بمشاكل بتأثر بشكل كبير جدا عند السيدات وأنا دايما بقول أول أنواع المشاكل عند السيدات منو هي لسه طفلة صغيرة هي موضوع الختان دوت بيأثر عليها بالنحية النفسية وبيأثر عليها بالنحية العضوية بيقتل أطراف العصبية في هذه المنطقة طيب السيدات اللي حصل لهم ختان وتعرضوا للختان وهم صغيرين إيه الحل دلوقتي عشان يرجعوا يحسوا تاني بالعلاقة يعني في حلول أكيد يبقى الحل بقى بقى عندنا حلول حديثة كويسة جدا أول حاجة إحنا بنقدر نستخدم الموجات فوق الصوتية أو الألتراساون علشان نشوف البازر هو مش مجرد الطرف اللي هو الخارجي اللي احنا بنشوفه بعينينا بس البازر دوت ده الجزء الخارجي بتاعه وفيه جزء كبير قوي داخلي فبالتالي إحنا بنعمل ألتراساون موجات فوق الصوتية ومنشوف الجزء المتبقي منه قد إيه في بعض السيدات بنعرض عليها حلول غير جراحية في بعض السيدات بنعرض عليها حلول جراحية الحلول غير جراحية زي مثلا البلازما حاجة اسمها PRP بناخد عينة من دم السيدة وبنشتق منها كل المواد البلايتلتس اللي هو الشفايا الدموية الغنية أو بعناصر النمو وبنركزها في سرينجة صغيرة جدا وبنحط بنج موضعي في هذه المنطقة ويمتدي نحقن العناصر اللي إحنا اشتقدناها من دمها ده في جوة البازر نفسه ده بيعمل إيه؟ فيحصل له إيه بقى؟ أول حاجة بيزود كمية ضفق الدم اللي وصلها لمنطقة البازر البازر دوت بيحصل له انتصاب زي ما بيحصل عند رجالة بالضبط تمام فبالتالي بيحسن الانتصاب في منطقة البازر تاني حاجة إنه هو بيخلي الأطراف العصبية اللي ممكن تكون ابتدت تتأثر ما بقاش فيها إحساس يبتدي يزود الإحساس جدا في هذه المنطقة تمام وكمان بيخلي الفريكشن أو الاحتكاك بالعضو الزكري أثناء العلاقة الزوجية أفضل بكتير جدا فبيحسن قوي عند العلاقة الزوجية تمام انت عارفة واحد من أكبر أسباب إدمان ترامدول عند الرجال ختان الإناس آه ليه بقى؟ لأن فيه سيدات كتير قوي عشان هم اتعرضوا للختان بيوصلوش لمرحلة النشوة الجنسية مع أزواجهم فبتطر الزوج عشان يحاسس أن هو المشكلة من عنده يبتدي ياخد الترامدول علشان يبتدي يحاسس أن هو ده هيخليه يأخر يقضي فترة أطول أسناء العلاقة الزوجية نظرا أو ظنا منه أن هو عنده المشكلة فيبتدي أن هو يبتدي ياخد الترامدول بشكل دوري وبعد كده بقى لو لقى شغله مثلا فيه تطبيق ورديات وفيه مثلا صهر بالليل فيبتدي قلتا كمان ده مساعدني في شغلي فيبتدي أن هو يدمن الترامدول تخيله مشكلة زي دي ممكن تأثر على الزوج وطبعا الزوج لما بياخد الترامدول فترات طويلة ده بيعمل له مشاكل عصبية كبيرة جدا وبيقصر على صحته كلها وبيدمره وبيخليه دخل في مرحات الأدمان طبعا يعني الختال ليه حلول طبعا